اكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين على مواصلة العمل على تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي تنتهجها تمكين لتقديم الدعم للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين والسعي المستمر لتعزيز المساهمة الفاعلة في نمو واستدامة القطاع الخاص ونوها رجب الدور الريادية الذي يؤديه تمكين ودوره في دفع عجلة التنمية من خلال حلول مبتكرة وإبداعية ورائدة للاستثمار في تنمية القطاع الخاص مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها تمكين خلال سنوات عملها لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الوطني والاستناد إلى الأطر الاستراتيجية التي وضعتها للسنوات المقبلة مؤكدا على أهمية دور الجهود التنسيقية والتعاونية لجميع الأطراف المعنية والممثلة لفريق البحرين من أجل تقديم تجربة اقتصادية رائدة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر